ليس الوصول إلى بر السويد هو الأمان الأخير الذي يطمح له هؤلاء الفرين من بلدانهم بحثا عن كرامة وحياة جديدة بعدما ركبوا البحار وقطعوا الغابات في رحلة اللجوء الشاقة والطويلة وليس قرار الهجرة بمنح الإقامة هو من أعطى لهم الشعور الدائم بالاستقرار وخفف عنهم القلق ولأن الإقامات أصبحت في معظمها مؤقتة فإن الراحة النفسية تبقى أيضا غير دائمة واحد فقط من كل عشرين طالب اللجوء ممن حصلوا على تصريح إقامة مؤقتة منذ عام 2016 تمكن من تحويل إقامته المؤقتة إلى دائمة من خلال تلبية شروط العمل والإعالة التشريع المؤقت في عام 2016 كان يطلب من المقيم في السويد إثبات قدرته على إعالة نفسه ماليا ليكون بإمكانه التقدم من أجل الحصول على تصريح إقامة لأحد أفراد أسرته فقط ومنذ الأول من يوليو العام 2021 دخل قانون الأجانب في السويد حيز التنفيذ وبموجبه يحصل الشخص على حق دائما في الإقامة إذا كان لديه تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قادرا على إعالة نفسه ولم يسبق له ارتكابائي جريمة بيتر تورسي أستاذ الاقتصاد بجامعة ستوكهولم يقول هناك عوائق في تحويل الإقامة إلى دائما والسبب هو أنه من الصعب تلبية متطلبات الوظيفة تورسي اعتبر أيضا أن إحدى المشكلات هي أن الكثيرين يحصلون على وظائف مدعومة من الحكومة مثل نيستارتيوب وهو ما لا يكفي لتلبية شرط العمل القلق من المستقبل وعدم الاستقرار النهائي أهم ما يشعر به المقيمون في السويد إقامة مؤقتة ويزداد الأمر سوءا عندما لا يستطيعون لما شمل أسرهم وأمامهم دائما شبح التهديد بالترحيل بعد انتهاء الإقامة أمور لا تساعد على الاندماج المنشود المجتمع يريد منك أن تندمج لكنه لا يمنحك الشعور بالاطمئنان هذا ما تمناه اليمين واليمين المتطرف عدد لاجئين أقل ويقترب من الصفر وهذا ما نفذه اليسار ويسار الوسط وهناك من يعتبر أن منح الإقامة الدائمة لمن يشعرون بالقلق بسبب إقاماتهم المؤقتة هو عامل من عوامل الاندماج الإيجابي في المجتمع